اشتركوا في القناة هل حينجح بحثوا؟ ده اللي هنشوفه في حلقتنا النهاردة تعالوا نشوف مع بعض عنوانها السماء والأرض وهم الإعجاز العلمي القرآني بنرحب بوحيد ونبدأ نشوف موضوع النهاردة أهلا بك يا وحيد أهلا فدوى وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان رب يبارك حياة الجميع يعني الإعجاز العلمي واحد من الأدلة الضخمة عند الأحباء المسلمين فإنه القرآن كتاب من الله وحي سماوي ومحمد نبي وانت النهاردة جاي تقول لهم دواهم صحيح كيف؟ هو ببساطة لما تعرف المصدر لما يسمى إعجاز هتلاقي أنه المصدر أسطورة أساطير وبالتالي لما هو بينقل من أساطير أصلا موجودة يبقى الموضوع كله وهم في وهم تقدامك النهاردة نصوص قرآنية واضح أنه فيها عجز علمي واضح أنه فيها خطأ علمي فما تأخذ الخطأ العلمي وتحاول تصوره على أنه هو شيء صح أو إعجاز عشان كده إحنا بدأنا الحلقة اللي فاتت طبعا حوالي عشر حلقات في الأساطير لكن بصيغة جديدة إزاي بنكشف السر السر بتاعة توهان علماء التفسير بيتوهوا في نص هم بحاول يفهموا قدر الإمكان فإحنا بنشوف يعني التعب والمعاناة بتاعة المفسرين عشان في الآخر نوصلهم نقول لهم ده المصدر اللي انتو تعبنين فيه تعال نحل لكم الموضوع فبكل بساطة بيتحل الموضوع نص أصلا أسطوري خرافي يعني يعني الإعجاز العلمي موجود في الأساطير ده لو افترضنا إنه إعجاز علمي ما هو عشان كده يعني بعد ما بعد وجوده أو بعد ما نكتشف إنه وجوده هو أو أصله موجود في الأساطير يصبح بعد كده يصبح واه وهم يصبح وهم مركب لأنه هو أصلا وهم وإنت جيت خدت الوهم فأصبحت يعني أنت ما خدت إلا الوهم من نفسه فالوهم هنا الوهم مركب يعني طيب يعني خلينا نشوف الحلقة بتاعة النهار طيب الحلقة النهاردة بنعمة الربانة ما زلت زيل لحلقة اللي فاتت أنا باستخدم فيها بعض المراجع بالإضافة للمراجع الإسلامية ده الكتاب اللي إحنا هنستخدم برضو المرة دي وهو كتاب أساطير اليهود والمرة الفاتت إحنا عرضنا وإنتوا عارفينه لويس جينسبرغ وترجمة حسن حمدي السماحي ما زلت أشكر السيد حمدي السماحي لتوفيره هذا الأمر في المكتبة يعني العربية مجهود رائع أما الكتاب الثاني طبعا الكتاب الأولاني أربع أجزاء بتاع أساطير اليهود أما الكتاب الثاني فهو التلمود وده بيتكلم بورينا الأشياء اللي موجودة في التلمود ده هنأخذ منه برضو عشان نعرفكم إزاي النصوص متقابلة يعني بس التلمود عشان تاخد فكرة عنه أكثر احضر الحلقة اللي سابق عشان تعرف تاريخه ووقت كتابة هذا التلمود ما بين المسيحية والإسلام كانت أقوال فجمعت في هذه الفترة ككتابة يعني فأنا هبدأ بهذا العنوان الأول كم سماء وكم أرض عايزين نشوف كم سماء وكم أرض بيتكلم عنها القرآن أو رسول الإسلام في الأحاديث الصحيحة نعم صحيح البخاري كتاب المظالم قال النبي من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين سبع أراضين خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين وأنا ما أعرف هل يوم القيامة حيكون في أراضين لسه؟ على كل الأحوال هنا بنشوف أنه في سبع أراضين النقطة الثانية أو الحديث نفسه في مسلم بألفاظ أخرى أن رسول الله قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين فإذن فكرة سبع أراضين شفناها في الحديث الصحيح البخاري ومسلم نأتي إلى النص القرآني ومن النص القرآني نشوف المفسرين كيف عاوزين يفهموا يعني سبع سماوات ويعني سبع أراضين نذهب إلى سورة الطلق اتناشر الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يعني في سبع سماوات وفي زيهم من الأرض يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم نروح بقى للمفسرين عشان نشوف المتاهة اللي حيدخلوا فيها المفسرين وبعدين نوريكم السر فين لحل هذا اللغز طيب أول ما نذهب نذهب إلى القرطبي قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن دل على كمال قدرته وأنه يقدر على البعث والمحاسبة ولا خلاف في السماوات أنها سبع بعضها فوق بعض دل ذلك حديث الإسراء وغيره يعني هما شايفين أنه ما في مشكلة في موضوع السبع سماوات لأنه عنديهم الدليل من إيه؟ حديث الإسراء وخلينا نبص كذا تقسيمة كانت إزاي في الإسراء دي التقسيمة بتاعة الإسراء دي السماوات الأولى فيها آدم ماشي السماوات الثانية لقى عيسى ويحيا راح السماوات الثالثة لقى يوسف راح السماوات الرابعة لقى إدريس الخامسة هارون السادسة موسى السابعة إبراهيم وأنا عندي تعليق هنا يعني إبراهيم دا قعد لوحده كده في السماوات كاملة يعني لو افترضنا إبراهيم مثلا أين ابنه إسحاق ما شفت ما قابلت هناك إسحاق مع إبراهيم مثلا والأهم إسماعيل فين إسماعيل اللي هو جد محمد يعني والله دا مش في السماوات طيب موسى أين عمران ومريم أخته أبوه مثلا نعم والله كل واحد في السماوات سداح مداح زي ما بيقولوا الوحده هارون ياريت نحط الشاشة كده أين الأصباط مثلا فين الأصباط دول مش موجودين إدريس من هو إدريس نعم يوسف أين أبوه يعقوب دا حبيبه يعني نعم عيسى ويحيا هو مش عيسى بتقول أني متوفيك ورافعك إلي وفي التفسير بتاعدكم إلى جواري يبقى كيف قاعد في السماوات التانية المفروض هو جوار الله بس عشان تعرف أنه دايماً في مشاكل في النص آدم وده عمنا آدم حطه فين في السماوات الأولى سألت نفسي طب حواء فين يعني آدم دا بس لوحده كده دا في الجنة ربنا قال ما ينفعش يكون لوحده نعم حطه ليه فين زوجته ما قابلتهاش هناك فده التقسيم هم شايفين أنه أوكي يبقى السبع سماوات ما فيش مشكلة أما بالنسبة إلى الأرض يبقى حديث الإسراء في السماء ثم قال ومن الأرض مثلهن يعني سبعاً واختلف فيهن على قولين دا بالنسبة للقرطبي الحقيقة الاختلاف على أكثر من قول يعني لكن خلينا نواصل مع القرطبي قال أحدهما وهو قول الجمهور أنها سبع أراضين طباقاً بعضها فوق بعض كل واحدة فوق الثانية بين كل أرض وأرض مسافة كما بين السماء والسماء يعني خلي بالك معي السماء دي طبقات طبقة فوق طبقة هو بيقول كمان الأرض يعني طبقة فوق طبقة سبع طبقات وكأنه الأرض دي سبع أراضين دا بالمفهوم دا لسه هتشوف مفاهيم أخرى بالمفهوم دا أنه سبع أراضين حول بعضها البعض ثم يكمل يكمل وفي كل أرض سكان من خلق الله ظريف بصراحة طبعاً دا مش كلام والكلام دا هنشوفه بعدين جاي من فين في كل أرض سكان من خلق الله والحتة دي تذكريني فيها بعدين لما نوصلها يعني أنه في سكان من خلق الله بس إحنا ما نعرفهمش ولا نعرفهم بعدين حتشوف المفاجأة من السكان دول ونظامهم يعني وقال الضحاك ومن الأرض مثلهن أي سبعاً من الأرضين ولكنها مطبقة بعضها على بعض من غير فتوق بخلاف السماء يعني السماء فيها فتوق لكن الأرض دي مطبقة كده يعني محشوة فوق بعضها البعض بدون أي فتوق بينها وبين بعضها بس في الناس عايشين بين الفتوق دي يعني والأول أصح لأن الأخبار دال عليه ده هو بيشوف كده أنه الأول وشايفوا إيه أصح ثم يقول نروح لابن كثير وقوله تعالى ومن الأرض مثلهن أي سبعاً أيضاً كما ثبت في الصحيحين الحديثين اللي احنا قرأناهم من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يعني طوق به هذا القيد من الشبر وفي صحيح البخاري خسف به إلى سبع أراضين يقول وقد تقدم في سورة الحديد عند قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن ذكر الأراضين السبع وبعد ما بينهن وكثافت كل واحدة منهن خمسمائة عام وهكذا قال ابن مسعود وغيره يعني شوف الناس ذو الحسابات دقيقة زي هم هم أصلاً ما عارفين إيه هي الأراضين لكن حسبوا المسافة نعم شايفوا علماء الإسلام نعم مش سهلين يعني فعلاً فيه إعجاز علماء علماء فعلاً يعني أنت النهاردة لما نتكلم عن الناس دول من أكثر من 1400 سنة نعم وبالوصف ده ويوصف لي أن المسافة والكسافة نعم بتاعة كل أرض ويذكر أن بينهم خمسمائة عام ده الإعجاز هنا ده الإعجاز مش الإعجاز نص القرآني ده الإعجاز هنا بصراحة كله وهم في وهم يكمل ويقول وكذا في الحديث الآخر ما السماوات السبع وما فيهن وما بينهن والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات يعني شوف السماوات السبع والأرضين السبع دول عبارة عن حلقة لو عايزت قرنهم بالكرسي كرسي الرحمن نعم دول عبارة عن زي كأنك حلقة صغيرة كده زي خاتم كده مرمي في أرض فلا فشوف الحلقة دي بالنسبة للأرض ازاي ده السماوات والأرض بالنسبة للكرسي والكرسي يعني عنده تلات آراء الأكثر متفق عليه هو اللي بتحط عليه الرجل غير العرش يعني العرش وبعدين الكرسي يحط عليه رجله هذا الإله يعني بتاعه إله ضخم يعني جدا ثم يقول عشان تعرفي الأحجام في الإسلام والأعداد والأرقام دائما ما أخذ حقها يعني الطبرسي حنشوف بعدين الكرسي ذا إلا كحلقة ملقات بأرض فلا حنشوفه هو كمان بالنسبة للعرش الطبرسي أي وخلق من الأرض مثلهن في العدد لا في الكيفية يعني هو في حد ألف الكيفية لأن كيفية السماء مخالفة لكيفية الأرض وليس في القرآن آية تدل على أن الأرضين سبع مثل السموات إلا هذه الآية دا النص الوحيد نعم في سورة الطلق وحنشوف ليه في سورة الطلق بعدين ولا خلاف في السموات أنها سماء فوق سماء أما الأرضون فقال قوم دائما في مشاكل إنها سبع أرضين طباقا بعضها فوق بعضك السموات لأنها لو كانت مصمطة لكانت أرضا واحدة وفي كل أرض خلق خلقهم الله كما شاء يعني ما زال الإصرار إنه في كل أرض فيها خلقهم من السبعة ذول هما دلوقتي البعض اللي بيحاول يعني يحط الموضوع ده في قالب علمي ولك في بعض العلماء بيقولوا في كواكب بعيدة جدا عننا مئات السنين آلاف السنين ربما مئات السنين الضوئية يعني ويقال إنه فيها ناس طبعا يعني لا في إثبات ولا بس مجرد يعني أنا حتى فوجئت بأنه الدكتور عدنان إبراهيم بيدخل في هذه المسألة يعني هل أنت مؤمن بهذا الكلام يا دكتور عدنان إنه في أماكن لا أو بتقول كلام أخطر يعني أنا مش عايز أسبق يعني الأمور خليها في وقتها يعني أقدم سؤال للدكتور عدنان لكن هنا دلوقت فيها خلق زي يعني خلقهم الله كما شاء لأنه الورطة أكبر من كذا وروا أبو صالح عن ابن عباس أنها سبع أرضين ليس بعضها فوق بعض يفرق بينهم البحار ويظل جميعهن السماء ويظل جميعهن السماء يعني إذن الأراضي سبع أرضين بهذه الطريقة أو فوق بعضهم لكن السماء هي اللي بتزل كل هذه الأرضين السبع في تركيبة تانية لعالم مسلم آخر عن أبي الحسن قال بسط كفه أنا حعمل زيه كذا ثم وضع اليمنى عليها راح حاطط اليمنى كذا عليها قال هذه الأرض الدنيا والسماء الدنيا عليها قبة كذا يعني أهي قبة والأرض الثانية فوق السماء الدنيا والسماء الثانية فوقها قبة والثالثة الأرض الثالثة والسماء الثالثة فوقيها والرابعة والخامسة يبقى دعم كل سماء وأرض لوحدهم وفوقهم سماء وأرض فوقهم سماء وأرض لحد ما عملهم السبعة كل واحد بيقلف على كيفه والأرض الثالثة فوق الثانية والسماء حتى زكر الرابع والخامسة والسادسة وعذين كمل فقال والأرض السابعة فوق السماء السادسة والسماء السابعة فوقها قبة وعرش الرحمن فوق السماء السابعة وهو قول سبع سموات ومن الأرض مثلهن القمي قول الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن دليل على أن تحت كل سماء أرض يبقى فيه فكرتين كل سماء وأرض مع بعض لحد ما تكون سبعة سماء وأرض سماء وأرض سماء وأرض أو لا فيه أرضين سبعة وبعدين فيه سماوات سبعة مش ديش تاخد انت مثلا مجرد افتراضية وهمية أي حد مثلا بيقول لك واحد فيزيائي قال فيه أراضي ربما يكون فيها ناس تو لسه بتدوروا عن خلية حية عشان تقولوا فيه حية المهم رغم كل اللي احنا شايفينه ده إلا أنك أنت تفاجأ أنه واحد زي الدكتور منصور الكيلاني أنا هعرض الفيديو بتاعه دلوقتي بس عايزكم تخلوا بالكم من شيء مهم جدا في بداية الفيديو بيقول لو نظرت للسماء بمنظار فلكي فلن تستطيع أن تعد طبقات السماء ما هو ما دلوقتي بسبعة طيب فين السبعة ما فيش حد شايف فهو بيقول في البداية في بداية الفيديو أنا بقول ليه الكلام ده عشان عايز المشاهدين يخلوا بالهم من التخدير بيحصل إزاي يعني هو نفسه الشخص بيسقط في الكلام دون أن يدري لأنه كذبة لو جبت منظار فلكي أعظم منظار فلكي هو طيب ما قالش أعظم منظار فلكي اللي بيستخدموا الفلكيين نعم مش هتستطيع أن تعود طبقات السماء ولكن فجأة يستدرك أي راجع يناقض نفسه عفوا أنه تم عد طبقات السماء ووجدها العلماء سبع طبقات كما قال القرآن نشوف فيديو رقم واحد ونرجع مرة أخرى القرآن الكريم تحدث أن فوقنا يوجد سبع طبقات لا ثمانية ولا خمسة ولا ستة إذا نظر أي إنسان ولو عن طريق المنظار الفلكي لا يمكن أن يعود هذه الطبقات السبعة بدأ عد طبقات السبعة بعد أن بدأ عصر الفضاء بعام 1957 عندما صعد يوري جاجارين السوفيتي في أول رحلة له في شهر نيسان إبريل اكتشفوا أن فوقنا يوجد سبع طبقات القرآن الكريم من 1400 عام قال وبنينا فوقكم سبعا شدادة مبني فوقنا بناء كل طبقة تغلف الطبقة الأخرى من بين هذه الطبقات التي أقامت العالم ولم تقعده طبقة الأوزون ومنها طبقة الأيونسفير إذا سبت في عصر الفضاء أنه فعلا وعلى ارتفاع 400 كيلو متر فوقنا هناك سبع طبقات من الغلاف الجوي ففي الآية الأخيرة من سورة الطلاق ورقمها 12 قال تعالى الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم ماذا يعني؟ أي من أرضنا الواحدة هناك أيضا سبع طبقات من غلافنا الجوي هذا الغلاف الجوي قال تعالى عنه وبنينا فوقكم سبعا شدادة هذه اكتشافات بالعامية لا يمكن لبشر مهما بلغ من العلوم أن يتحدث عنها قبل 1400 عام فالقرآن كتاب سماوي فالقرآن كتاب سماوي هذه الجوع فالقرآن كتاب سماوي أولا بدأ الاهتمام بالفضاء يرجع إلى ما قبل سنة 1957 ده رقم واحد رقم اتنين جاقارين ما طلاش سنة 57 من جاقارين ده طلع سنة 61 1961 في أبريل 1961 يعني 57 اللي هو بيقول عليه دي بس كان المناوشات الكلامية بين الطرفين الكبار روسيا وأمريكا فهو بيقول بدون خجل الدكتور المنصور أن العلماء عدوا الطبقات فوجدوها سبعة نعم يعني هذا الرجل ضمن الذين يخدرون المسلمين صراحة يعني المسلم يشك في قرآنه ودينه ونبيه أنه كتاب سماوي لو العلماء ما اكتشفوا يعني وكأنه نعم لو العلماء ما اكتشفوا نعم يبقى فيه مشكلة يعني لو لم يكتشف العلماء سيبقى القرآن كتاب أرضي نعم يعني إزاي أنت بتعمل كيف إزاي القرآن كتاب سماوي لأن المسلم لو وجد في قرآنه ما يتفوق به أخلاقيا صحيح وروحيا على أعراف البشر صحيح مش هتكلم على أديان صحيح لما أحسوا بالفراغ وذهبوا يعني يلتقطون من هنا وهناك كل ما يجدونه أي شيء يريح ضمائرهم اللي أنا مستغرب له ما لفت نظري هو كيف يسمح هذا الرجل لنفسه بأنه الآن آسف يعني أنه يكذب بأن العلماء اكتشفوا السبع السماوات فوقنا وعدوهم خلي بالك تم العد من سنة 1957 حسب كلامه كيف لم يسألوا مسلم أين دليلك العلمي فين الأحباء المسلمين لمجرد أن أمثال الدكتور ينطقون بعض المصطلحات المصطلحات المائية الدخان السماء البراكين ويحطق وراه زي شايف الرسومات نعم ويجيب بعض الرسومات يحطها قدامه والأفلاك مجرد أنه ينطق بهذه المصطلحات والنظريات أصبح عالم فلك أصبح عالم نعم عشان يخدر ده ببيع السلعة بتاعته عشان يخدر المسلم وبعد كده يقدم له الوجبة الفاسدة وبيعكل هو مخدر فهو مش أخد باله نعم عندك أي تعليق؟ لا إحنا عايزين نكمل عايزين نوصل للمصدر طيب قبل المصدر خلينا نضرب الإجزوبة دي بتاعت الدكتور منصور بالعقول المسلمين التخدير ده بواحد آخر عنده نفس المنهج ليه 30 سنة دلوقتي بيعمل نفس التخدير بس هو بيخدر دلوقتي هيضرب الدكتور منصور الكيلاني في مقتل تخيلي؟ يقول للدكتور منصور بلاش كذب كده يعني بالطريقة دي لسان حالوي مع أنهم الاثنين بيمارسوا نفس التجارة يعني نفس العمل نعم فخلينا نسمع الدكتور زغلول النجار وهو بصراحة بيقول لا يمكن عد طبقات السماء والعلماء لا يعترفون بعدد للطبقات مشكلة هتصدقوا مين؟ أنا مش عارف نسمع فيديو ونشاهد فيديو رقم اثنين ونرجع مرة أخرى أما السموات السابعة فهناك استحالة أن يصل الإنسان بعلمه المحدود وقدراته المحدودة وحسه المحدود وإمكاناته المحدودة مهما تعظمت إلى إدراك شيء أبعده من جزء يسير من سماء الدنيا فقلم الفلك هو من أكثر المعارف تقدما في زماننا ويجزم علماء الفلك على أن ما نراه عبارة عن جزء صغير جدا من سماء الدنيا وحتى ما ندركه في هذا الجزء الصغير الذي يتعدى قطره 24 ألف مليون سنة ضوئية هذا الجزء الصغير يقول العلماء أن ما يدركه الإنسان في زمن التقدم العلمي والتقني الذي نعيشه أقل من 10% مما هو موجود فيه الحسابات الرياضية تؤكد على أن هناك كتل على عشرة أضعاف ما يدركه الإنسان من أجرام السماء في الجزء المرئي من سماء الدنيا ولذلك علماء الفلك لا يعترفون بأن هناك شيء فوق ما نراه لا يعترفون بسماوات السبب إزاي لا يعترفون بالسماوات السبب ما أخوك الدكتور المنصور يقول عدوها من سبعة وخمسين عرفوا يعدوها خلاص سنة سبعة وخمسين يعني أنهم لا يعترفون بسماوات السبب لا يعترفون بالسماوات السبب يعني الدكتور منصور مؤلفاتي كبير بس السؤال ليه محتاج يعمل كده الدكتور منصور ولا الدكتور زغلول ولا غيره هم ليه محتاجين للأمر ده دي كانت يعني مجرد واحد بضرب التانية هم هل هم اللي محتاجين ولا المسلم هو اللي محتاج فبيتدوره اللي اتنين لأنه هو عارف يعني الدكتور منصور الكيلاني دكتور وبيطلع يعني ما احترامنا الشخص طبعا لكن بيطلع يكذب هو عارف أنه بيكذب هو محتاج ليه ما هو لو عايز هو يقتنع خليك في بيتك وقتنع بس المسلم محتاج المسلم عطشان جعان عاوز حاجة تثبت له وده اللي اتدهولهم في الآخر ده بيثبت أنه القرآن سماوي كتاب سماوي كتاب سماوي فهي دي النتيجة اللي عايزين يخلصوا لها صحيح هي دي النتيجة فقدهم الراجل يعني اشتهر وكسب وخلاص هو ده اللي عايز بس في النهاية هناك يعني إله سيحاسب ده صحيح لأنه انت على أي أساس انت شايف وبتكذب عن الناس عشان يقعدوا في هذه الأجذوبة يبقى انت محتاج انت عارف انه ما في شيء يخليهم يقعدوا فيها لولا الجهل والأكاذيب المنسوجة على الإسلام طوال هذه وتلميع رسول الإسلام الشيخ يخفون زي ما قال الشيخ واسيم نعم يخفون عشياء كثيرة المهم تأتي الآن الضربة القاضية الأقوى للإسنين كان دكتور زغلول ولا منصور ولا أمثالهم من الدكاترة يعني اللي هما بيتاجروا بالدين نقرأ في البداية النص القرآني وبعد كده نشوف الكلام ده أولا ده النص القرآني سورة الطلاق 12 يقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما دي سورة الطلاق خلاص وصورة الطلاق لما ترجعي لها حسن ما يقولون نزولها كان تقريبا ما بين سنة أربعة إلى سبعة هجرية طيب لأنه كل واحد بدي يعني فرضية وده النص الوحيد اللي موجود في القرآن عن أنه الأرض سبع أراضي نعم وإحنا بنعرف أنه رقم الصورة 99 يعني الصورة مدنية بامتياز طيب كل التعب واللفدة والدوران سينتهي عند أساطير اليهود تعالي نقرأ مع بعض تحت عنواني اليوم الأول جزء واحد صفحة 28 و29 ويريد نكبر الخط للناس يشوفوا وقد خلقت سماوات عديدة سبع في الواقع وكل منها ليخدم غرضا خاصا به وكما خلق الرب سبع سماوات خلق السبع أراضي يا خبر يا خبر يعني أصل الموضوع أساطير اليهود يعني مش عجاز علمي وكما خلق الرب سبع سماوات خلق السبع أراضي يفصل كلا منها عن الأخرى خمس طبقات وهكذا ترتفع أرض فوق الأخرى من الأولى إلى السابعة وفوق الأرض السابعة تتكون تتكور السماوات هنا يتحللك المشكلة يتحل اللغز تعرف السر تعرف من فين جاب محمد في جزيرة العرب هذا الكلام جابه من فين سورة رقم 99 في المدينة اليهود موجودين قاعد ما بين أربعة إلى سبع سنوات في المدينة فبالتالي هو جاب الكلام ده من فين هل ما يهدوا كلامه ده الكلام اللي هما بيتداولوا لكن لسه مازال فيه أيضا مفاجأة أخرى لو عندك تعليق هنا قبل الله بس أنا يعني مبسوطة أنه فيه رباي جاجرين طلع هناك من 1400 سنة أو يمكن 500-600 احنا تكلمنا في الحلقة اللي فاتت وريتنا الفترة اللي اكتمل فيها التلمود وشفنا أنه قبل ما يتولد محمد صحيح إذن قبل ما يتولد محمد وقبل علماء الفلك كان فيه علماء فلك عند اليهود طلعوا وشافوا منهم رباي جاجرين صحيح اللي احنا ما بنؤمنش به فبيسمع كلمة التوراة مكتوب في التوراة نعم فرحشل الكلام وحطه في القرآن سبع أراضين يا جبتها من فين سبع أراضين جبتها من فين فدي أساطير اليهود أصلي أساسي ومصدر جوهري للقرآن هناك مصادر أخرى في جزيرة العرب يعيش شعراء نعم وأشهر هؤلاء الشعراء اللي دائما بنلاقي فيه تقارب هو أمية ابن أبي الصلط خلينا نقرأ ديوان أمية ابن أبي الصلط هذه قصيدة بعنوان إله العالمين قال وَرَبُّ الْرَاسِيَاتِ مِنَ الْجِبَالِ بَنَاهَا وَابْتَنَى سَبْعًا شِدَادًا بِلَا عَمَدٍ يُرَيْنَا وَلَا رِجَالِ وَابْتَنَى سَبْعًا شِدَادًا شِدَادًا إذن برضو بتشوفي التأثير بتاع اليهود كمان على الشعراء لأنه دول أهل الكتاب بيأثر على الفكر الدين الثقافة الدينية الموجودة وأمية كان محمد بحب يسمع له كثير طبعا طبعا ده مرة قال للصحابي عدلي زدلي من الشعر أمية مهم أن المسلمين كمان بدون ما يدروا هم بيشاركوا في هذه الجزئية إذا كان ما نقلوه من شعر أمية أو ما يتداولوه أيضا يعني الحد النهاردة هم بيتغنوا بشعر أمية ابن أبي السلط خلينا نشوف فيديو رقم ثلاثة حتشوف فيه الشيخ إدريس أببكر أو أبا بكر هو مكتوب أببكر حسب ما أنا شفت وهو بيقول القصيدة دي بالأبياد دي اللي احنا شفناها لأمية طبعا نقططعت الجزء ده لأنها هي قصيدة طويلة فخلينا نشاهد فيديو رقم ثلاثة ونرجع بناها وابتلى سبعا شدادا بلا عمد يرابن ولا رجال إله العالمين وكل أرض ورب الراسيات من الجبال بناها وابتلى سبعا شدادا بلا عمد يرابن ولا رجال يعني زي ما احنا شايفين انه هنا التأثير واضح جدا ويمكن واحنا بنتكلم انت زكرتي التعليق انه هو بيرتله زي القرآن يعني بيرتله القصيدة نعم يعني فقط أنا لاحظت في هزين البيتين اللي قالهم أمية ابن أبي الصلد نجد أكثر من سرقة لكاتب القرآن من شعر أمية ابن أبي الصلد نعم خلينا مثلا هنا آدي أمية لو حطيناه كذا في مقارنة وآدي القرآن أمية كان بيقول ايه بيقول ورب الراسيات من الجبال تلاقي القرآن في سورة النازعات 32 والجبال أرساها طلعت الجبال وطلعت أرساها نعم هنا بيقول أمية بناها وابتنى سبعا شدادا تلاقي النبأ وبنينا فوقكم سبعا شدادا ايه دا دا تطابق رهيب جدا نعم فإذا أول لغز بنحله من خرافات وأساطير اليهود نعم بنلاقي موجود في قرآن وفي أحاديث صحيحة لرسول الإسلام والإعجازيون يعني يخجلوا لأنه التجارة دية تجارة فاسدة بصراحة يعني أصبحت مكشوفة وكتير من المسلمين خلاص زهجوا وعرفوا أنه هي مجرد أكاذب لم يبقى لحد الآن إلا البسطان اللي هم لسه ما اكتشفوش الكذبة لكن آجلاً أم آجلاً حتى البقية الباقية دي البسيطة دي هي برضو حتكتشف كذبة ما يسمى أعجاز علمي نعم طيب أنت وعدتنا بيعايزين نشوف سكان سكان الأراضين السبع دي أو الأراضين السبع كويس أنا أنت دائماً بحب أخلي حتة لطيفة كده فبسميها نكتة طيب ففي باب النكت أها حيجي هنأخذ السكان السكان سأنا دلوقت عايز أخذ عنوام في نفس الإطار بتاع السماء والأرض إذا سمحتي طيب تحضر وهو تلاصق السماء والأرض طالما إحنا في نفس الجزئية دي سورة الأنبياء يقول أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ شوفين البداية البداية دي بداية خاطئة بامتياز أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا يعني أنت بتقول للكفار أنتوا لم تشوفتوش هل رأى الكفار طب هل الكفار شافوا ذا يعني من الذي رأى هذا الحدث حتى ولو كانت أَوَلَمْ يَرَى يعني أَوَلَمْ يَعْلَمْ فَمَنْ يَعْلَمْ في السؤال أصلاً غلط الرازي يدرك المشكلة دي ويتطرق لهذا الأمر ويدخل في الموضوع ده ولكنه بيختم بنكتة هنسمعه في باب النكت برضه يكون عندنا نكتتين النهاردة فعمل إيه الرازي أنا هعلق على الجزئية ده ده سؤال غريب جداً أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا غريب الرازي يوثق تناقض القرآن الصارخ عمل إيه الرازي بقى تابعني لقائل أن يقول بيقول كده ممكن قائل يقول لقائل يقول المراد من الرؤية في قوله تعالى أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا إما الرؤية وإما العلم والأول مشكل أما أولاً فلأن القوم ما رأوهما كذلك ألبت صحيح طبعاً وأما ثانياً فلقوله سبحانه وتعالى ما أشهدتم خلق السموات والأرض يعني بيقدم التناقض بين القرآن القرآن بيقوله منتو ما شهدتوا خلق السموات والأرض وبيجي هنا بيقوله منتو ما شفتوش خلق السموات والأرض إيه التناقض الصارخ ده مش أنتو بتقوله لو كان من عند غير الله لو وجدوا فيه اختلافاً كثيرة وكبيرة ماذا لي اختلافه نص قرآني بيقولك في سورة الكهف ما أشهدتم خلق السموات والأرض أنتو ما شفتو ده صح مين شاف السموهية بتتكون ما فيش وهنا بيقول لهم يعني أولم يرى الذين كفروا إن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما هذا الإله اللي كاتب القرآن ده مختل العقل ومش عارف هو بيقول إيه صحيح يكمل الرازي ويقول وأما العلم فمشكلهم لأن الأجسام قابلة للفتق والردق في أنفسها فالحكم عليها بالردق أولاً والفتق ثانياً لا سبيل إليه إلا السمع والمناظرة مع الكفار الذين ينكرون الرسالة فكيف يجوز التمسك بمثل هذا الاستدلال ده لسه القائل بيقول لسه السائل بيقول المناظرة مع ناس كفار هم أصلاً ينكروا الرسالة مش مصدقينك وإنت تيجي تزيد ضطينا بله وتقولهم إنتم ما شفتوش السموهية بتتكون بزمتها يعني هل ده إله طبيعي عاقل اللي بتكلم الكلام ده طيب إذن الكفار لم يروا السؤال هل المسلمين رأوا؟ يعني أنت سيبك من الكفار إنتوا شفتوه صحيح طيب إنت شفت إنت يا رسول الإسلام شفت يعني لا إنت شفت ولا المسلمين المؤمنين الموحدين شاف بالطالب الكفار يكون بحاجة ما فيش حد شافها نعم حاجة الأنبياء أصلاً ما شافوهاش شيء غريب جداً هل في حد شاف السماء والأرض أو السماء وهي بتتكون فمن الذي رأى هذا الحدث لا أحد البتة زي ما بيقول مين الرازي كيف يقيم القرآن حجة لو جاء وقال لي أنا أتكلم عن نفسه وحيد هيكون موقفه محرج جداً بصراحة سأقول له ببساطة يعني في وقتها أنت لم تخلقني في وقتها فكيف تريد مني وأنا غير موجود أن أرى فأنا أصلاً غير موجود أرى إيه ما هذا الزكاء يعني يعني فيه فرق بين أنت تقول له شوف النجوم في السماء شوف الشمس بتطلع في وقت محدد آه دي حاجتنا شايفة حاجتنا عيشة النجوم ودقتها النجوم وجمالها السماء المطر اللي بيجي في أوقات محددة إلى آخره نعم من الأشياء الكونية اللي أنا شايفة أو عارفة وأحكم من خلال أن وراءها صانع قدير نحن نؤمن أنه السيدة الرب لكن أنت جاي تتحداني تحدي فاشل نعم وتحدي يعني باطل نعم قضية خاطئة استدلال فاسد نعم حجة فاسدة وتقول لي أنت ما شفت السماو والأرض وهي بتتكون نعم وما فيش حد شافها ولا أنت شفتها يعني بيقول لي كمان إيه إن كانتها رتقا ففتقناهما فإيه اللي حصل إنه قبل ما مشي الحتة دي فيه سؤال إن السماو والأرض كانتها رتقا ففتقناهما هي السماوات كانت رتقا مع الأراضين السبع ولا بس مع الأرض النصر القرآني بيقول السماوات والأرض البحث فده سؤال هي السماوات كانت رتقا مع الأرض نعم السماوات السبع يعني كانت رتقا مع مفروض أرضنا فقط مش مع أي حتة تانية الجواب كان المفروض الرازي بعد ما أثار القضية الضخمة دي إنه يدي جواب شافي الحقيقة لم يعطيه وأنا سبته للمشاهدين رجعوا للرازي ما يجاب شيء يعني ماهو حيجيب من فيه طيب ما عنده صحيح يعني هو وثق المشكلة ووثق تضارب القرآن في نصوص مخجلة نعم ووثق عدم صحة الحجة إن حجة حجة هي زي بتحججني بيها نعم ولم يعطي الجواب عنهما لكنه ختم يعني تارتقا أي كان الجميع متصلا بعضه ببعض متلاصق متراكم بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر ففتق هذه من هذه فجعل السماوات سبعا والأرض سبعا آه يعني المفسرين بيصلحوا للقرآن لأن القرآن بيقول سبع سماوات وأرض لو لم تروا السماوات أو الأرض أرض وحدة كانت رتقا رتقا يعني كذا فوق بعض ففتقناهما كانوا مع بعض متلاصقين هذا كلام ابن كسير متلاصق نعم متراكم هذا كلام ابن كسير كان الجميع متصلا بعضه ببعض متلاصق متراكم ففتقها هذه عن هذه فجعل السماوات سبعا والأرض سبعا هو ما قال سبع أراضين عشان أنت تقول يعني عمل سبع أراضين بيقول أرض وفصل بين سماء الدنيا والأرض بالهواء الهواء اللي في النصدة فأمطرت السماء وأنبتت الأرض ولهذا قال واجعلنا من الماء كل شيء حيء فلا تؤمنون طيب نروح للشيعة نشوف عندهم فكرة آخر في القضية ولا الموضوع واحد أصلاح يجيبوا من فين يعني الطبرسي الطبرسي مفروض يعني متنور جاء بعد الطبر وغيره يعني مفروض كان في على الأقل بعض الدراسات اللي هي طلعت الترجمات اللي كانت حصلت إلى آخره لكنه ما اعتمدوا على الترجمات يعني اليونانية كان ممكن يستفيدوا أكتر المهم ما كانوا شاطرين أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما والمعنى كانتا ملتزقتين منسدتين ففصلنا بينهما بالهواء عن ابن عباس والحسن والضحاك وعطاء وقتاد يعني بيقول الرأي هذا قالوا الناس دول ثم يكمل وقيل كانت السماوات مرتتقة مطبقة ففتقناهما سبع سماوات وكانت الأرض كذلك ففتقناها سبع أرضين الكلام دعم مجاهد والسدي كله كانوا ملتصقين فتقناهم كانوا ملتصقين فتقناهم تقعد قدام الشيخ عفوا الدكتور زغلوي النجار ولك الدخان والمسطحات المائية والمسطحات الفلكية لازم يعمل اللخمة ده في الأول بعدين يقدم البضاعة بتاعثه المهم بعد كده وقيل كانت السماء رتقا لا تمتر يعني ده كمان معنى آخر لرطق وكانت الأرض رتقا لا تمتر ففتقنا السماء بالمطر والأرض بالنبات يعني فيه فتق آخر نظرية أخرى للفتق أنه الفتق أنه الأرض تمتر والسماء تمتر يبقى ده ليس السماء اللي احنا بنعرفها يبقى ده السماء نت بتكلم عن السحب السماء تمتر نعم الكلام ده بيقول قاله عكرمة وعطية وابن زيد وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله أنا حبيت أعرف معنى كلمة يعني رتق فقلت طيب خلينا نروح للرازي ما الذي سيقوله في الرتق قولوا أولم يرى الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وفيه مسائل كالعادة الرتق في اللغة السد سد الشيء يعني يقال رتقت الشيء فارتتق يعني كان فيه خرم كان فيه شيء مفتوح فسد انفصال يعني كان فيه شيء مفصول ورسقه طيب وجماحه مع بعض والفتق الفصل بين الشيئين الملتصقين إذن كان فيه شيئين ملتصقين فتقم طيب فالقرآن واضح السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما نعم واختلف المفسرون في المراد من الرتق والفتق على أقوال قول الحسن وقتاتا وسعيد بن جبير ورواية عكري مع ابن عباس أن المعنى كانتا شيئا واحدا ملتزقتين ففصل الله بينهما يعني أنا عايزة تخلي بالك أن الناس اللي في عصر محمد كانوا بيقولوا الكلام اللي هما فاهمينه من محمد ومن القرآن نعم لما المسلمين ابتدوا يبصوا للترجمات وغيره ابتدوا يرفضوا الفكرة دي الأساسية فلذلك بتلاقي المفسرين اللي هما متأخرين ما بيعتمدوا كتير على القديم لأنه اللي قالوا دول وهم عرب أقحح قالوا باللغة العربية اللي فهموها من القرآن ومن لسان رسول الإسلام ما اللي لسه جاءوا متأخرين اللي بيرفضوا ده وبينظروا له على أنه هو أخطاء ورفع السماء إلى حيث هي إلى حيث هي وأقر الأرض قال كعب خلق الله السموات والأرض ملتصقتين ثم خلق ريحا توسطهما ففتقهما بها كعب 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 الأحبار ده كعب الأحبار اليهودي اليهودي ده هو اللي بيقول الكلام ده طبعا يعني يعني كعب ده واحد من الناس اللي فيه بعض المسلمين لحد النهار ده يقول لك ده كعب الأحبار نعم ده جاب إسرائيليات معاه نعم ده واحد مسلم ولما جاب إسرائيليات ده ما شايفينها فين الإسرائيليات تقيموها عن كتبكم يعني هي هنا تبقى يعني تبقى كارثة أنه جاب الإسرائيليات على الكتب طب الإسرائيليات هي موجودة في القرآن في القرآن بالضبط وهو بيد كعب ده كعب هنا وهناك محمد نفسه بيسمعه وبيحط في القرآن بتاعه نعم خلق السموات والأرض ملتصقتين ثم خلق ريحا بينهم متوسطاهم كذا ففتق بينهم يعني الريح فتقت ما بين السماء وما بين الأرض بعد كذا قول ابن عباس والحسن وأكثر المفسرين أن السموات والأرض كانتا رتقا بالاستواء والصلابة أرى من اللي بتكلم ابن عباس الناس اللي في عصر محمد نعم اللي سمعوا منه نعم والحسن وأكثر المفسرين السماء والأرض كانتا رتقا بالاستواء والصلابة ففتق الله السماء بالمطر والأرض بالنبات والشجر وده ابن عباس اللي من شوية كان بيقول كانوا حتى وحده بذبت ابن عباس عنده كل الأقوال يعني خاد المعنى التاني صحيح ابن عباس عنده كل الأقوال فهنا يعني بنشوف السماء والأرض كانتا رتقا ففتقناهما نعم فهنا طبعا لازم هنا نجيب الدكتور الكبير زغلول النجار هو يعني صاحب الكلام ده عشان بعد كده نقول للدكتور زغلول عب بلاش يعني تخدر المسلمين أكتر من كده تعالى نوري لك الجزور بتاعة القرآن أصل إيه فخلينا نشوف الفيديو الأخير ونرجع مرة أخرى تبارك وتعالى في محكمة كتابة ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إيتي طوعا أو كرها قال فأتينا فائعين من هذا الدخان خلق ربنا تبارك وتعالى الأرض وباقي أجرام السماء لذلك قال ربنا تبارك وتعالى مخاطبا الكفار والمشركين والمعاندين والمتنطعين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما واجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون هذه الإشارة القرآنية المعجزة التي جاءت من قبل 1400 سنة إلى نبي أمي صلى الله عليه وسلم وفي أمة كانت غالبية الساحقة من الأميين تشهد للقرآن الكريم لأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق كلهم جعانين للحطة نفس الخاتمة نفس المنهج نعم بعدما يقول الكذبة يبقى الدليل أن الكتاب القرآن ليس صناعة بشرية وعطش واضح صحيح واضح جدا ده المنهج لكننا عايز أقول النهاردة للدكتور زغلول النجار الموضوع ده موجود في أساطير اليهود وفي كلامهم وعبروا عنه بطريقة أنا سأقرأ لك الآن من أساطير اليهود تحت عنوان اليوم الأول عنوان جزء واحد صفحة 27-29 فماذا قال ورغم أن السماوات والأرض تتكون من عناصر مختلفة تماما فإنهن خلقنا مع ذلك كوحدة واحدة شايف دكتور البداية كانوا في البداية مع بعض طيب وبعدين كانوا وحدة واحدة مع بعض برضو نفس الطريقة بتاعت محمد والقرآن كانوا وحدة واحدة وبعدين عمل إيه في الوحدة الوحدة دي ارجع ليه أصل القرآن بتاعك فين في أساطير اليهود عمل إيه بقى هنا تحت بيقول لك وتكون السماوات السبعة وحدة واحدة حنقرأ كلها مع بعض وتكون الأنواع السبعة للأرض وحدة واحدة وكما أن السماوات والأرض تكونان وحدة واحدة في النص في إيه بقى مثل الحلة وغطاها ولك السماوات والأرض زي الحلة وغطاها رفع الغطة وبقت الحلة كانا ملتصقتين فتقناهما كانت الحلة والغطة رفع الغطة بالزبط نفس الكلام كانتا رتقا ففتقناهما فكانوا بيقولوا الكلام ده فين وبكلمات أخرى في جزيرة العرب وتكون السماوات السبعة وحدة واحدة بعد كده خلاص فتقم نعم فالسماوات السبعة تكون وحدة واحدة وتكون الأنواع السبعة للأرض وحدة واحدة كما أن السماوات والأرض تكونان وحدة واحدة يعني كل وحدة الأرض السبع الأراضين والسبع السماوات نعم وكلهم مع بعض يكونوا إيه؟ وحدة واحدة بس لاحظ ورغم ذلك في فرق بين القرآن والأساطير في النقطة دي اللي احنا تكلمنا عنها فتشوف الأساطير برضو متفوقة على القرآن رغم أنها أسطورة وخرافة يعني القرآن بيتكلم عن رتق حاجتين متلاصقتين نعم بين السماوات السبع والأرض الوحدة نعم أما في الأساطير بيتكلموا عن وحدة وحدة للكل نعم السماوات السبع مع الأراضين السبع نعم ومع إنها خرافة نعم بس هو لقطة وحقها أرض نعم ده بالنسبة لجزء الأول من النص القرآني اللي هو أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كَانَتَارَتْ قَنْفَتَقْنَاهُمَا النص الثاني وَجَعَلْنَا مِنَا الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍ ده أصله مسروق من الكتاب المقدس يعني برضو في ثقافة اليهود موجود بالضبط في جزيرة العرب خليني أقرأ النص ده في جزيرة العرب فيها مسيحيين وفيها يهود وفيها فيها مل الكثير يعني أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ عَيْزُمْ يُؤْمَنُوا بِحَاجَةَ هُمَّ مَا شَافُوَهَا زي الإسراء والمعراج كده بالليل نعم نعم رسالة بطرس التانية ثلاثة خمسة في الكتاب المقدس لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم الناس اللي مش عاوزين ربنا أن السماوات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء هي قائمة من الماء وبالماء فإنت لو عايز تقول ده إعجاز وإحنا ما بنجريش ورى الكتاب المقدس إنه إعجاز هو إعجازه إنه بيخلصك ده العجز بتاعنا اللي إحنا فيه عجز البشر جرب بنا عمل المعجزة إنه بيقول للبشر الهالكين عندكم نجاة عندكم خلاص في المسيح يسوع ده المعجزة مش المعجزة إنه قال لي الأرض معمولة بالماء ومن الماء حتى وهي حقيقة علمية مش مهم بالنسبة لي مش مستني الكتاب المقدس يكون فيه علم عشان يقول أوه واو ده كتاب ليس صناعة بشرية نعم صحيح نجي للنكتة دلوقتي وصلنا نكتتين في الحقيقة نشوف النكتة بتاعت الإمام الرازي يكمل بها الخرافة الإسلامية هذه النكتة الأولى نكتة الإمام الرازي أنا سميتها جوهرة التوراة قال إيه بقى الإمام الرازي في الكلام اللي احنا قرأناه من شوية عشان يحاول يدي كلامه مصداقية فهو دائما يروح لأهل الكتاب ياخد الشرعية ياخد القوة ياخد صلابة ومتانة الكلام إنه أنا جايب من عندهم فماذا كانت النكتة اسمعها بس من غير دحك ممنوع للمسيحيين الضحك يعني في قوله تعالى أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا بعد التفسير السابق ده كلامي أنا بيقول إيه بقى أن اليهود والنصارى كانوا عالمين بذلك عالمين بالردق والفتق فإنه جاء في التوراة على سعي زد كلامه مشروعية بقى جاء في التوراة أن الله تعالى خلق جوهرة ثم نظر إليها بعين الهيبة فصارت ماء ده في التوراة أيوة ثم خلق السماوات والأرض منها وفتق بينها وكان بين عبدة الأوثان وبين اليهود نوع من صداقة بسبب الاشتراك في عداوة محمد فاحتج الله تعالى عليهم بهذه الحجة بناء على أنهم يقبلون قول اليهود في ذلك إرأيكم يا مسلمين مش زغلول النجارة اللي في العصر ده كلهم أسوأ من زغلول النجار هذا الإمام الرازو ده إمام كبير يعني ما هو الشخص صغير إمام وعالم ومفسر للقرآن وفقيه ما فيش بعد كده بيقول أنه في التوراة موجود جوهرة الجوهرة دي راح ربينا نظر لها بعين الهيبة وبعدين عين الهيبة إيه فصارت ماء وبعدين خلق السماوات والأرض من الماء اللي طلع من الجوهرة بس بين عبدة الأوسان الكفار اللي بيقولهم أولم تروا أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهم الكفار دول في علاقة حلوة بينهم وبين اليهود فهما هو احتج بيهم على الحتة دي علشان بيسمعهم كلام اليهود كلام لخبطة في لخبطة والقرآن محتاج لدى ومحتاج لدى ومحتاج لدى ما أنت أقول الحقيقة اللي عندك صدق من صدق شاء من شاء أبا من أبا أنا عايزة أسأل بس يعني الرازي أنت قريت التوراة؟ سؤال حي سؤالي للرازي يعني أنت قريت التوراة ولا أنت بتألف ولا أنت رحت شفت كتاب تاني وادعيت أنه ده التوراة أنت قريت إيه بالظبط؟ يعني هذا الكلام لا من قريب ولا من بعيد إطلاقا موجود عندنا في الكتاب نعم خالص نعم كل التأليف ده تعيس تعرف السماوات والأرض إزاي؟ إرجع للأصاح الأول من سفر التكوين في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه ده هنا المياه وهنا يبتدي الروح الله والخالق فالخالق هو الله لكن أنت ما تجي وتتكلم عن جوهرة وبصل الجوهرة وراح فتق الجوهرة طلع منها ماء كل ذا كلام أكاذيب وعيب على واحد كبير زي الإمام الرازي في عصر ويكون كداب على المسلمين برده كلهم بيستغلوا إيه؟ جهل المسلمين صحيح بالكتب صحيح المسلم مش هيرجع يفتش صحيح الأمر اللي موجود لحد النهاردة بيمارسوا نفس الشيوخ على المسلمين الكذب سلاح أساسي مستخدم في الإسلام ضد الآخرين نعم نروح للنكتة الثانية نروح للنكتة الثانية نكتة الثانية بتاعت حبر الأمة يعني مش أي شخص نكتة حبر الأمة هي نكتة رقم اتنين ابن عباس الأراضين السبع جايبة ابن كثير وغيره ودي الحتة اللي تكلم فيها دكتور عدنان يعني بعد شويح أشير اللي ما قال ابن كثير وقوله تعالى وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ زي ما فيه سبع سماوات في سبع أراضين سبع سماوات ومن الأرض مِثْلَهُنَّ قال لو حدستكم بتفسيرها لَكَفَرْتُمْ وَكُفْرُكُمْ تَكْذِبُكُمْ بِهَا ده ابن عباس عارف أنه حيقول كلام بعيد جدا يعني فقال لهم من البداية أنا لو فسرت عليكم ده تفسير صعب طبعا يا ابن عباس سمع من فين من رسول الإسلام إيه بقى النقطة اسمعوا يا مسلمين النقطة بتاعة حبر الأمة اللي خدها حكيت سمعها من رسول الإسلام يعني عن سعيد ابن جبير قال قال رجل لابن عباس الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن فقال ابن عباس ما يؤمنك إن أخبرتك بها فتكفر عن ابن عباس في هذه الآية الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن قال عمرو قال في كل أرض مثل إبراهيم ونحو ما على الأرض من الخلق في كل أرض من السبعة في إبراهيم هناك إبراهيم أبو الآباء يعني في كل أرض منها من الأراضي السبعة دي في إبراهيم لسه النقطة لها يعني كمالة عن ابن عباس قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن قال سبع أراضي في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدم 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 بتاعنا ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى وأنا برضو موجود هناك وأنا وإنت يعني من كل شخص في سبع نسخ في سبع نسخ تخيلي يعني هل ما إيه الدماغ دي دي متعمرة بإيه نعم أنا آسف بس دي دماغ متكلفة فعلا دخل في هذا الإطار وكنت أبرأ إنه يدخل فيه دكتور عدنال إبراهيم يقول لك دلوقت فيه علماء بتعفيز يقولوا فيه أراضي كتيرة موجودة فيه أماكن كثيرة وفي نفس الوقت يعتقدوا أنه فيها فيها حياة فيها ناس وقالها بالنص الدكتور عدنال أنه مثلا المسلمون هزموا في أحد هناك انتصروا في أرض تانية انتصروا ليه؟ ما بعرف يعني النبي هم أفضل من النبي بتاعه؟ ظاهر أنه هناك محمد داك أقوى أقوى والصحابة اللي هناك أخوى من الصحابة اللي كانوا في الأرض بتاعتنا هل أنت تؤمن بهذا الكلام يا دكتور؟ أنا يعني بصنفك من الشيوخ الناس اللي عنديها وعي يختلف إلى حد كبير يعني هل دا أنت بتصدق الكلام دا؟ هل أنت بتصدق فيه سبعة محمد؟ وسبعة إبراهيم وسبعة داود وسبعة سليمان وسبعة وحيد وسبعة دكتور عدنان؟ دا كلامك ليه؟ علشان يقول واو أنا ما عارف احتياج المسلمين إلى هذا الأمر طبعا أنت تقول واو إيه دا إيه دا التعليم الرائع دا؟ تعليم يوصلك لربنا الكلام دا سيبه للعلماء يقوله أصلا قاله كلام كتير العلماء يعني ما ممكن أنا أقله بقى العلماء اللي هم يعني اخترعوا الكهرباء وعملوا أشياء رائعة جدا دول يبقوا آلهة فهنا دي نكتة دي حاجة مخجلة لا سازجة أنك أنت تطلع تفتخر بيها يعني أنا وإنتي قاعدين بنعمل برنامج في السبع سنوات في السبع سنوات تخيلي؟ في السبع أرضين في السبع أرضين عفوا آسف في السبع أرضين إحنا قاعدين بنعمل نفس البرنامج دا وإسمه الدليل برضو وعندنا مشاهدين بس أنت ما تعرفيش وأنا ما عرفش يعني إحنا ما نعرف إنه إحنا موجودين في أماكن أخرى المشاهدين النهاردة أول مرة يعرفون أنه ليهم تواجد في سبع أرضين تانية أو في ستة تانية نعم موجودين في ستة أماكن أخرى نعم بيشاهدونا برضو هم هم مش حد بيشبهك أنت مش حد تاني بيشبهك يعني ففي سبع نوح وسبع إبراهيم وسبع هفترض إنه الأمر مش أنا لكن وحيد زي تماما إيه الفكرة إيه الحكمة إيه دليلك صحيح إيه الحكمة يعني هما ما عندهمش دليل لأي حاجة فما تسألش عن الدليل بس إيه الحكمة إيه الحكمة في إنه فيه يعني هل آدم اللي تخلق في الأرض دي وآدم التاني وآدم التالت هو نفسه خلق هابيل وقبيل وهابيل وقبيل هما نفسهم اللي هنا واللي هنا واللي هنا ولده وكده وولده هي نفس الولادة؟ نفس الصورة ليه نفس الصورة؟ ما تعرفيش يعني نفس الصورة هي هي المتكررة في كل مكان أصلهم من هيبقى السؤال طيب ما هو يعني اللي خلاهم وصلوا للحتة دي في سبع أرضين ليه؟ ليه سبع أرضين؟ بيعملوا إيه؟ أكيد فيهم سكان بالظبط ما أنت النهاردة لما عايزة تغطي كذبة بالظبط حتجيب إليها أكاذب تالي بالظبط وبعدين الدكتور عدنان يقول لك مسافات ساحقة لا يستطيع الإنسان أنه يصلها ولا التكنولوجيا بتاعته أنا اللي بقول كلام دا دي الوقت الحتة بتاعت التكنولوجيا دي توصله لأنه دي سنوات ضوئية كبيرة جدا طيب مين اللي عرف؟ طيب مش بس مين اللي عرف ده رقم واحد رقم اتنين طيب ده هو كلام القرآن اللي بيقول سبع أراضين فوق بعض ومتلاصقين هو ده؟ نعم دي مفروض تكون جنبنا يا دكتور عدنان عيب بصراحة عيب كبير جدا أنك أنت بالذات تدخل في المتاهة دي يعني على كل أنا أرجو أن الأحباء المسيحين ما فيش حد يكون ضحك من النكات بتاعة التيهين علماء التفسير وليم حقيتوه؟ لأن النص القرآني نص يتوه لأنه أصله أساطير وخرافات اليهود زي ما اتكلمنا كده ده الموضوع ده خلص ننتقل لموضوع آخر في إطار السماء والأرض طيب إذا ما عندك أي إضافة نتفضل المسافة بين الأرضين والسماوات ما هو لازم يكون فيه مسافة صحيح تسبيع أرض كده ساكت لازم يتكلموا لازم يطلعوا اللي عندهم لازم يقولوا إحنا علماء بنعرف المسافات الراوي عبد الله بن مسعود الهيسمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح بص اسمع الكلام ما بين سماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام وما بين كل سمائين خمسمائة عام وما بين السماء السادع والكرسي مسيرة خمسمائة عام وما بين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش على الماء والله جل ذكره على العرش يعلم ما أنتم عليه يعني شوفوا خمسمائة وخمسمائة 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 يعني أنا شايف أنه ما شاء الله حسابات دقيقة جدا حسابات دقيقة وده كله شفوفين يعني طب المسافات دي قرآن مش نبي لا ينطق عن ما ينطق عن الهوى أكيد هو عرف المسافات دي يعني وما له نبي ليه عشان يتنبأ بحاجات الناس ما عرفها زر بن حبيش يقول المحدث بن باز في شرح كتاب التوحيد لبن باز وصحيح جيد بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام وبين السماء السابع والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم أنا بصراحة قلت ما هذه الحسابات الدقيقة التي يعرضونها بس على طول أنت تروح للحل الحل بسيط جدا أصلي هذه القياسات هي خرافات اليهود برضو برضو الأساطير عشان كده أنا بشكر ليس سيد سماحي عشان هو بيجاب الحاجات دي ووسق بها الخرافات بتاعة القرآن والأحاديث أساطير اليهود تحت عنوان اليوم الأول جزء واحد صفحة ثلاثين يقول ويستغرق السير من الأرض إلى السماوات خمسمائة عام ومن طرف أي سماء إلى طرفها الآخر وكذلك من السماء إلى التالية خمسمائة عام برضو يعني هنا خمسمائة ودي خمسمائة كما يستغرق نفس المدة الزمنية للسفر من الشرق إلى الغرب أو من الجنوب إلى الشمال ثم بعد السماء السابع عن الأرض ثلاث تلاف وخمسمائة سنة سيرا على الأقدام فين الكلام ده؟ الحسابات دي في التلمود تحت عنوان التجردية صفحة خمسة وخمسين طلب أحدهم من الحاخام غمليل أين يقيم القدوس الواحد الممجد؟ الله فين؟ مقيم فين؟ قال الحاخام عم غمليل لقد سألتموني عن واحد تفصلنا عنه مسافة ثلاثة آلاف وخمسمائة سنة تسألوني عن واحد يوجد على بعد ثلاثة آلاف عام ونصف سيرا على الأقدام ابتداءا من هنا إيه رأيك؟ يعني لو جمعنا الخمسمائة بتاعة الجماعة اللي كانوا بيتكلموا عليها من قبل شوية فهي تطلع الثلاثة وخمسمائة سنة قريبا أو أربعة آلاف في الحدود دي بين كل سماء وسماء وصل عشان يوصل للعرش هتلاقيه في حدود ثلاثة آلاف خمسمائة آلاف إذن أنت عندك مصادر واضحة جدا للقرآن للأحاديث أحباء المسلمين يعني إحنا هنا بنعرض قدامكم حقائق بس دي حقائق بصراحة يعني يعني قوية جدا أنت خلي بالك بعدين يعني حتلوم نفسك تقول كان قدامي كان مفروض أفتح كان مفروض أقرأ قدامك الفرصة دلوقتي الفرصة الآن ليس بعد الخروج من هذا الجسد ربنا يطول في عمركم أنتقل إلى عنوان آخر تفضل أنتقل إلى حجم السماوات في نظر محمد وكان شايفه إزاي يعني عمل بصباعه كده شق القمر يعني إزال القمر قدامه ونزلوا على الجبل فعملنا حلقة هنا القمر فلقتين ومعناه أن القمر ينزل على الجبل هذا معناه هو فاكره بحجم البصر اللي هو شايفه لكن حجم الجنة اللي تكلم عنها بتدي بعد آخر فماذا قال في سورة الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماو والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم طيب حجم السماوات دي حجم الأرض بالنسبة للسماوات يعني أنت هنا بتقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الجنة دي عرضها إيه مفروض يقول عرض السماوات والأرضين مش الأرض سكان السماوات دي اللي أنت بتتكلم عنها وجايب بس الأرض بتاعتنا نعم يعني أنت مرة وإحنا بنتكلم بتقول لي لي يعني زي واحد بيقول لك يعني أنا حتديك نهر النيل المية بس معها مثلا لتر ماء نعم مقابل مع النهر دي ما قيمة اللتر المية وانت حت الدين معه نهر بحاله نعم فهنا لماذا لم يستخدم محمد تعبير الأرضين السبع أنت عم بتقول جنة عرضها السماوات والأرض نعم يعني مفروض يكون منطوق النص القرآني مثلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرضين نعم وعدت للمتقين ما تكون والأرض نعم بالرغم من أن النص القرآني لم يقل ذلك إلا أن المفسرين أدركوا نقص القرآن في هذه الجزئية على طول مفروض يكون عرضها السماوات والأرضين نعم فماذا قالوا تروح للطبري يعني سارعوا أيضا إلى جنة عرضها السماوات والأرض وبعد شوية ذكر أن معنى ذلك وجنة عرضها كعرض السماوات السبع والأرضين السبع نعم إذا ضم بعضها إلى بعض طب القرآن ما قال هاش نعم قال القرآن نقص قال ابن عباس تقرن السماوات السبع والأرضون السبع كما تقرن الثياب بعضها إلى بعض فذلك عرض الجنة طب هو قرآنك من أين جبتها يا ابن عباس هو قرآنك قال عرضين سبع ابن عباس جبتها من فين جابه يا ابن عباس من النص الآخر نعم اللي هو أصلا مش موجود في مقارنة السماوات مع السماوات والأرض مع الجنة نعم جابه يزيدوا يرتقوا الرق هنا يرتقوا نقص القرآن بهذا التفسير النص القرآن يتكلم عن أرض وحدة أكمل مع التبر بسرعة وقد ذكر أن رسول الله سئل فقيل له هذه الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار أنت كده لغيت النار عرضها السماوات والأرض فقال هذا النهار إذا جاء أين الليل طب إذا جاء النهار بيمشي الليل لأنه الليل شيء سلب غير موجود الظلمة ما هلهاش وجود الظلمة هي عدم النور نعم فهل النار عدم السماوات والأرض لما حتكون فيه نار يبدأ ما فيه السماوات والأرض مسأل فاسد صحيح خاطئ لا يطبق صحيح عن طارق بن شهاب أن ناسا من اليهود سأل عمر بن الخطاب عن جنة عرضها السماوات والأرض أين النار قال أرأيتم إذا جاء الليل أين يكون النهار ما فيش رد المشكلة بقى فقالوا اللهم نزعت بمثله من التوراة فقالوا إنه لمثلها في التوراة هل في التوراة في كلام زي كده خطأ يعني فعلا كان اليهود بلعبوا بمحمد زي ما هم ما عايزين نعم بيخدعوه يدوا له السؤال ويجاوا بيقوله بالزبط زي ما عندنا في التوراة نعم والشيوخ يقدموا هذا بدون بحث ورجوع إلى التوراة عشان يشوفوا فيه دولة لا بيحطوها مسلمات طيب تعالوا نكشف لكم بقى السر لأن السر مهم جدا التلمد تحت عنوان جهنم صفحة 466 فيما يتعلق بالأبعاد هم بيقول ده العنوان بتاعه فالعالم أصغر بستين مرة من جنة عدن خلي بالك عرضها السماوات والأرض العالم أصغر وهذه أصغر بستين مرة من جهنم وبمقارنة العالم بجهنم فإنه يعاد الغطاء قدر مساحة جنة عدن لا حدود لها والشيء نفسه عن جهنم جنة عدن لا حدود لها عرضها السماوات والأرض نفس الأجزوبة اللي أخذها رسول الإسلام وحطها في قرآن وجد المفسرين بعد كده عشان يفسروها أنا عايز نجي لملاحظة مهمة في ترتيب صور القرآن اللي أخذها محمد رسول الإسلام حاخذ آل عمران والحديد والطلاق طيب بسرعة كده بص معايا كده ياريت نكبر الشاشة قدامنا أول شيء صورة آل عمران 133 وجنة عرضها السماوات والأرض نص الثاني الحديد وجنة عرضها كعرض السماء والأرض طلاق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن تلاحظي هنا آل عمران 89 مدنية بس في البدايات الحديد 94 مدنية الطلاق 99 يبقى ذو كله كان محمد رسول الإسلام تقابل مع اليهود ودخل المدينة وسمع عرض الجنة وعرض الأرض وسمع أنه فيه سبع أرضين فرح حطها كان طبعا الطلاق سمع أكتر لأنه سورة 99 فكل السور سور مدنية بعد ما تقابل محمد رسول الإسلام مع اليهود وانت قلت من شوية أنه الطلاق اللي هي فيها سبع أرضين أو أراضين هي السورة الوحيدة الآية الوحيدة صحيح وفي الطلاق والطلاق دي آخر 99 طلاق 99 يعني أنت بتبدي من البقرة حسب ما أنا متذكر 87 نعم البقرة ترتيب النزول ودي أول صورة مدنية نعم بعد ما ماشى المدينة وبعد كي 87 أنت بتشوف هنا العمران 89 نعم يعني بارك الشاء سمع اليهود ده أول مراح اللي جاءهم بيصوموا عشراء إيه ده موسى وانتصاروا على فرعون إحنا أولى بموسى أنا مستغربة بس على أن هي نص وحيد يعني أنت بتتكلم عن 98 صورة قبلها ما فيش أراضين سبع صحيح طول 98 صورة يس صحيح لم تذكر الأراضين السبع لكن فجأة يعني بتذكر في الآية دي ليه؟ أو في الصورة دي في النص ده لأنه ده هنا كان تقابل مع اليهود سمع خرافاتهم في جزيرة العرب افتكر أنه ده أهل الكتاب وده تورايب قد صح خد حطها في القرآن نعم هذهنا دي الوقت إحنا جينا ورناكو يا أحبان المسلمين هذه الموجود وده اللي كان بيأخذ منه الرسول وبصراحة خرافات اليهود وأساطيرهم ده مصدر هام جدا للقرآن للقرآن وما تسمونه أحاديث وما أخذ عنه المفسرون اللي انتو بتسموه إسرائيليات ده برضو موجود في كتبكم يبقى كل السور دي مدنية بامتياز نعم ومن خلال السجالات الطويلة اللي تمت بين محمد وبين اليهود أسئلة وامتحانات نعم واختبارات ويدولوا كلام خطأ يفتكروا هو الصح نعم يشيلوا ويحطوا نعم وإحنا شفنا الطلاق زي ما أنت ذكرت من شوي هي سورة رقم 99 وهي النص الوحيد اللي بتكلم عن سبع أراضين السؤال بقى هل بنفهم من كده أنه أنا بتكلم مع الأحباء المسلمين أنه تأثير اليهود في جزيرة العرب كان تأثير واضح جدا على محمد بلا شك كان تأثير واضح جدا تبقى لي جزئية صغيرة أنا لا أدري هل هناك وقت ولا لا عندنا سبع دقائق يكفيني لأنه في جزئية أكبر مش حينفع معها لكن خلينا أخذ جبال من الثلوج في السماء جزئية دي عرض لها القرآن في سورة النور ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عم من يشاء يكاد سنى برقه يذهب بالأبصر بدل من نروح لتفاسير ونروح لحاجة يعني أنا على طول رايح لأساطير اليهود الأصل الأصل نروح للأصل ها الأصل دول أيها أساطير اليهود تحت عنوان اليوم الأول جزء واحد صفحة 28 والسماء السادسة هي بقعة غامضة إذ هناك تنشأ معظم الابتلاءات والرؤى المقدرة للأرض ولسكانها ويتكوم الجليد هناك أكواما وكذلك البرد يعني نفس الفكرة بيتكون هناك الجليد في السماء السادسة وتشوفي هنا في سورة النور ما أخود نفس الفكرة نعم يبقى إذن أحبائي المباركين وتحديدا الأحباء المسلمين استفيقوا من غفلة طويلة دامت أكثر من 1400 سنة كان فيها رسول الإسلام يدعي أنه نبي وفي نفس الوقت يدعي أن إله يقول له فإن كنت في شك فإذا كان محمد في شك فما بال المسلمين اللي كل شيء يطلع يقول لك إذن القرآن كتاب ليس بشري لأنه نفسه بعيش في الشك فهو مش أفضل من رسوله مين من المسلمين يتجرأ ويقول أنا أفضل من الرسول لا أحد فإذا كان الرسول في شك والشك لأنه عارف هو بيأخذ من فين هو معتقد أن ما يعني يسمعه هو توراه نعم فبالتالي بيفتكر أنه ده طبعا الكلام الصحيح 100 في 100 طيب أنا عايزة ما عليش هتطعب ترجع لي شوية للبداية خالص ومش عارفة هيبقى السهل ولا صعب أنك تجيب لنا السماوات السبع اللي شافهم رسول الإسلام في معجزة الإسراء أو الإسراء اللي قلنا اللي هي كل سما فيها نبي آدم ابتدين من آدم وانتهينا بإبراهيم صحيح يعني محمد شغل كل السماوات دي شغلها بناسها خلينا نقول أنه هو ركز على الأنبياء أو الأنبياء المشهورين مثلا فأنا عشان عندي سؤال فيها آهي أنا جبتها بعد ما نعرضها كده لأحباء المشاهدين آهي موجودة أو أشلك دول عشان أنت تتكلم عن السماء اتفضلي صحيح دي دي آدم عيسى ويحيا يوسف إدريس هارون موسى إبراهيم صحيح أنا سؤالي هنا أين محمد في السماوات السبع ما هو صاعد أهو ما هو شغل المشى ماشي بس السماوات مشغولة آه قصدك فين مكانه يعني فين مكانه في السماوات السبع بعدين لما يموت حيروح فين حيروح فين فوق دول لا هو مكانه العرش مقاما محمودة آه مكان محمد العرش نفسه وإله يعني سنة وشعة ما في حد بيقدر يتكلم في الحتة دي المقام المحمود الذي وعدته تسمع يا كده من الشيوخ إنك لا تخلف المعاد نعم فالمقام المحمود إنه يسيب له الكرسي يقعد عليه محمد طيب عشان كده هو ملهوش وجود في السبع سماوات هو ملهوش وجود لأنه هو مكانه فوق أنت عايزوا يقعد هنا في السماوات دي نعم لا هو مكانه العرش ومالهم بيصلوا عليه ما هو شوفي الإسلام منظومة مع احترام إليهم هم مش واخدين بالهم الشيطانية بامتياز نعم عرش الرحمن أخدوه نعم والشيعة يقول لك العرش مداس لأهل البيت نعم مين أهل البيت صحيح نعال أهل البيت نعم ومداس نعم نعال أهل البيت اللي هم محمد والحسن والحسين وفاطمة وعلي وفاطمة نعم ده أهل البيت العرش بتاع إليهم مش العرش بتاع الله نعم نعال أهل البيت وهنا شالوا علي وحطوا محمد نعم فبامتياز القرآن عقيدة والإسلام عقيدة شيطانية أنت بتنحي الله عشان يقعد محمد ويقعد آل البيت نعم فإنت عايزة محمد أو آل البيت يكونوا هنا في السماوات دي صحيح صحيح مكانهم مختلف تماما صحيح هم سؤال التاني في نفس الجزئية دي في نفس السماوات دي فين السبع أوادم أجمعهم كيف دول الأسماء آدم آدم إبراهيمات ويحيات وعيسوات فين السبع ما احنا شايفين واحد واحد بس كل واحد يا هم جسموا السماوات دي بس التانين جاعدين في الأراضين أيوة يعني مش هيطلعوا السماوات ما عرفش طيب معشان كده ده المفروض يعني يكون إعجاز علمي فأنا بقول للأحباء المسلمين لا تبحث في كتاب أرسله الله عن العلم العلم خلي للعلماء ابحث في كتاب أرسله الله عن الخلاص عن حياتك الأبدية ده المفروض يكون فيه ده المفروض أنت تتمسك به كتاب ما فيه خلاصك سيبه دور على الحياة في كتاب آخر الرب يبارككم وشكرا آمين ويباركك شكرا لك وشكرا لكم مشاهدينا المسيح يبارك حياتكم صلوا لأجلنا كثير زي ما احنا بنصلي لأجلكم وأكيد بنعمة المسيح حنشوفكم في حلقة جديدة ترجمة نانسي قنقر